موسيقى ووزارتي الدفاع والداخلية بالتدخل الفوري وإرسال قطاعات عسكرية لسد ثغرات الأمنية وطرد المجامع الإرهابية المنطقة الموجودة ما بين خانقين وجلولاء وقرة فبناطق واسعة ومفتوحة فدائما نصير بها خلوقات أمنية وعدنا قرى أطراف شيخ بابا قرب جلولاء يعني دائما نصير بها تعرضات كثيرة الناشد رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية تكثيف القطاعات العسكرية أو الأجهزة الأمنية بذلك القاطع سواء كان من القوات العسكرية التابعة لزارة الدفاع أو التابعة لزارة الداخلية في سبيل يحمون ديش المناطق من التعرضات مواطنون وشيوخ وعشائر أكدوا تعرض مناطق كلار والوقف وغيرها إلى عمليات اختطاف وقتل وتكرار الهجمات الإرهابية التي أثرت سلبا في حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم كثرت في الأون الأخيرة تعرضات على قطاعاتنا وعلى المدنيين وعلى الحشد في مناطق كلار قلاي حمرين الناشد السلطات الأمنية والناشد سيد وزير الدفاع المحترم والسيد قاد عمليات ديالة بتعزيز القطاعات وتفعيل الجهد الاستخباري المناشدات العاجلة والتخوف من سقوط المحافظة بأيدي عصابات داعش الإرهابية وتكرار سيناريو عام 2014 تستوجب اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لدرء خطر الإرهاب عن ديالة لما لهذه المحافظة من خصوصية جغرافية قريبة من بغداد وبالتالي فإن تعزيز استقرارها مرتبط بشكل أو بآخر باستقرار العاصمة ومناطق البلاد الأخرى اتخذي من درميات داستخدار اشتركوا في القناة